تحت كرة القدم قال يحق للأهلي والطلاقع اشراق الصفقات الجديدة في مباراة السوبر خلاص اصبح هذا الامر امر رسمي وواقعي اخر خبرين عندي الاهلي بيحتفل بلقب السوبر 11 في تاريخه قبل مواجهة طلاقع الجيش صفحة رسمية للنادي الاهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك احتفلت بتتويج المارد الاحمر بالسوبر للمرة 11 في تاريخه حيث نشرت فيديو معلقة عليه في مثل هذا اليوم وفي امسية لا تنسى الاهلي يحصد لقب السوبر 11 في تاريخه عقف فوزه على الزمالك بثلاثية مقابل هدفين ده المباراة كانت اول مباراة الفايلر قدام الزمالك كان بقاله اسبوع فقط متواجد في الفريق وبالتالي احتفلت الصفحة رسمية للنادي الاهلي عبر الموقع فيسبوك بهذا المنبر طيب تسجيل اسماء الاعلاميين في مباراة السوبر من طرف رابطة النقاد الرياضيين وتناشد ادارة الاعلام بالنادي الاهلي الزملاء الصحفيين والمصورين الذين يقومون بتقطيع مباراة الاهلي والراغبين في تقطيع مباراة السوبر المحلية غدا بملعب برج العرب تسجيل اسماءهم طرف المكتب التنفيذي لرابطة النقاد الرياضيين وهو المنوط بهذه المهمة وبعدها سوف يتم ارسال كشف الاسماء لاتحاد الكرة والجهات الامنية لتسهيل مهمة الزملاء